سلام ومحبة المسيح ليكم جميعاً أحبائنا المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة بصلي بركات وحماية الرب ليكم النهاردة كل حبائي اللي بيشاهدون على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحاتنا على اليوتيوب أنا يعني بصلي من أجلكم اليوم أن حلقة اليوم النهاردة تكون بركة في حياتكم وسبب تغيير وبشكركم على متابعتكم ومشاركتكم للحلقات كلها حلقة النهاردة بقى نشوف عنوانها هو هل يعرف الشيطان المستقبل ودي بعض الأسئلة اللي هنترحها في الموضوع ده هل حقاً تنبأ العرفون بحادثة بيروت؟ هل يمكن أن نتواصل مع عالم الأرواح؟ هل يمكن للشيطان تغيير مستقبلك؟ وماذا يقول الكتاب المقدس عن عالم الأرواح؟ الموضوع النهاردة مرتبط ارتباط مباشر بالفهم اللي موجود في العالم العربي أو العالم الإسلامي بالتحديد عن موضوع العرافة والناس اللي بتقرأ البخت والكلام ده كله والنبوئات اللي بنسمعها لكن الواقع أنه اللي حرك الموضوع ده كله هو موضوع بيروت وموضوع أحداث لبنان إحنا ما زالنا بنصلي من أجل لبنان والأحداث الأخيرة اللي حدثت هناك ولازم نقف ونقول أنه مازال هناك مفقودين ومازال هناك جرحة ومازال هناك ناس مشردين ومازال يعني الناس اللي فقدوا بيوتهم واللي اتغيرت حياتهم وأموالهم وأحبائهم ويعني التغيير جزري وكبير جدا في حياة البشر في بيروت مازال الوضع صعب جدا لكن في كل يوم قصة جديدة يمكن قصص مليانة بالشجاعة والإصرار على التغيير يمكن قصص مليانة بالأمل في أنه الله هيغير البلد فإحنا عايزين نصلي معاكم زي ما بنصلي طول الأسبوع لكم خلينا نوقف ونصلي مع لبنان وشعبها بما أنه يعني هما مصدر القصة بتاعت النهاردة لكن كمان ليكمل الرب العمل في وسط أرضكم رب إحنا بنشكرك أنك وضعت يدك بالحماية حتى ولو أنه العدو كان عمل شر كبير على أرض لبنان ولكن إحنا نتق يا رب أنك تحول هذا الشر لخير وأنك تحول الألام إلى أفراح وأنك تبدل الأحزان إلى أفراح وأنك تكون حاضر في وسط هذه البلد وأنك تغير يا رب الأمور اليومية الصعبة في حياتهم وأنك تسهلها وأنك تأتي ليهم بالمعونة اليومية يا رب ضع يدك على المرضى بالشفاء ضع يدك على المحتاجين بسدد كل احتياجهم يا رب بنرفع هذا الشعب أمامك حرك يا رب قلوب الملايين لأنهم يساعدوا الناس في أرض لبنان حرك قلوب الحكومات أنها تساعد الشعب في لبنان يا رب بنشكرك لأنه أنت مصدر كل احتياج وبشكرك لأن عينك يا رب مازالت على الشعب اللبناني وعلى أبنائك هناك وأنك تعطي حياة في اسم يسوع المسيح أمين من قلبي بصلي أن الله يغير الوضع عندكم خليني بقى أروح لفكرة حلقة النهار في بداية كل سنة أو في نهايتها بتلاقي أنه في برامج كتير جدا للعرفين عرفين حول العالم كله بيتنبأوا بيعملوا نبوآت عن العام الجديد مثلا أو تلاقي مثلا البرامج بتستضيفهم علشان خاطر يتكلموا عن النبوآت بتاعت السنة اللي فاتت وحصل منها إيه في السنة دي لو تفتكروا في أول عشرين عشرين أنا قدمت لكم حلقة بعنوان نبوآت العام الجديد كان هدفي من الحلقة دي أنه أنه ما نسمعش لعرافة ولكن ولا أصوات الشيطان ولا كذب الشياطين ولكن نسمع لصوت الله ووعوده في حياتنا فيعني اتكلمت على الاتجاه لأنك تسمع من عرافة أو عرافة ولكن الله عنده وعود يحققها في حياتك إن اقتربت منه وتمسكت بيها ويعني أعتقد يعني انزعاجي من موضوع العرافين اللي ظهر فجأة على التلفزيون يمكن أنا يعني مش ما كنتش متعودة على هذا الكم اللي فوجئت إنه برامج التلفزيونات يعني والناس مشاهير التاك شو الناس اللي بتعمل التاك شو كلهم بيستضيفوا عرافين فأنا فجأت وانزعكت جدا من الموضوع ده لأنه يعني بياخدك إلى اتجاه شيطاني بالكامل الرب النهاردة بيضع ويعيد وضع التركيز على هذا الموضوع لسبب بعد حدثة بيروت ظهر فيديو لعراف لبناني اسمه مشيل حيك وهو طبعا معروف جدا بيقول كده جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفق بيروت ده بقى إيه العنوان خلينا نشوف الفيديو هتلاقوش أي الحاجات تانية كتير يعني في الموضوع ده نشوف نبوءات مشيل حيك مصدره إيه مصدره مين ينفع إن احنا نصدقه ولا لأ تفضل مشهد غريب غير مألوف بسمى لبنان استياء بالرأي العام اللبناني جراء انهيار مباني شخصية بتحضر من وراء البحار تتساهم بإنقاذ لبنان صدى عبارة يا شعب لبنان العظيم أبيوعى من جديد أسف بشعبة المعلومات على نقص بالمعلومات بحادثة ضخمة جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفق بيروت العراف مشيل حيك بيتكلم يعني بيفردوله بالتحديد هو بيفردوله مثلا ساعة ونص ولا حاجة أو ساعتين علشان يعود يتكلم عن النبوءات اللي بيقدمها للسنة اللي جاي يقولك إيه يعني دي ممكن تحصل السنة دي وممكن لا منها بقى أن هو يذكر أسماء ناس ويتنبأ عن ظهور اسم فلان الفلاني اللي حيكون ظاهر جدا في الوقت ده زي مثلا ما اتكلم على حارس ملك السعودية اللي قتل فقالك أصلا ده اسمه حيظهر كتير في السنة اللي جاية طبعا يعني صيغة الكلام اللي بيقولوا لما تسمعوه كذا مرة تعرفوا أنه هو فيه صيغة تحتامل أوجه كتيرة من التخمينات وفيه حاجات ممكن تصدم زي موضوع مرفق بيروت ده مثلا فإحنا عايزين نسأل هل يعني إيه مصدر المعلومات اللي بيجيبها العراف ده وهل العراف فعلا بيشوف أشياء حقيقية وإيه مصدرها بصوا إحنا كبشر دايما مشغولين بعالم الأرواح والأشباح والجن والعفاريت ويعني كل العوالم اللي يعني علم الغيب اللي احنا محناش عارفين وممكن تحط يعني مسميات كتير تدخل في تعريف الغيبيات تقدر تقول العالم الآخر اللي ليه أوصاف كتير ممكن تكون أنت مثلا قريت كتاب أرواح وأشباح زي أنا صغيرة كده مثلا وبتاع أنيس منصور وعندك تخيل أن الحاجات دي ممكن تكون حقيقية وحصلت وأنه في عالم آخر وممكن تكون أخبار واخدينها أو مفاهيم واخدينها من الأفلام يريد توقفوا لي الصورة من فضلك من الأفلام العربية والشرقية اللي احنا بنشوفها كلها فيها سحر ودجل ووجان وعفاريت وأرواح وأشباح المهم أن احنا دايما عايزين نعرف اللي جاي دايما عندك يعني الإنسان عايز يعرف المستقبل في إيه في يوم يروح العراف يقرأ له الكاف أو الفنجال أو يفتح الكوتشينا أو يعني الجديد بقى دلوقتي يعني أبديكم فكرة عامة الجديد بقى دلوقتي هو أنه العرافين بيتواصلوا بالزبزبات مع العالم الآخر مثلا أو الورق اللي زي الكوتشينا ده اللي بيقولوا عليه التارو أو التارو يعني بالعربي بالانجليزي بالفرانساوي أسامي مختلفة المهم يعني إيه الناس يفتحوا زي فاتح الكوتشينا كده لكن حتى يعني بس نقف دقيقة واحدة عند الصورة دي لما تبص للصورة اللي موجودة دي أنا حاولت إن أنا بقدر الإمكان أنا يصور من الموديلات بتاعت التارو دا أو التاروت ما تكونش فيها أشياء قبيحة جدا يعني لكن ممكن تبص عليها وتعرف إنها مظلمة جدا فيها شر في حاجة فيها شر في عفاريت في يعني أرواح شر في المركب دا اللي بيودي على الحتة اللي فيها الميتين اللي بتشوفها في الأفلام يعني شايف إنه دا في حاجة فيها شر بتستخدم عشان تقول طالع الناس فمين اللي بيتكلم هنا يا جماعة وليقولك أنا بأخد بيجيني عندي زبزبات بتعلى جدا جدا لدرجة إن أنا أقدر أسمع اللي بيحصل في العالم الآخر مثلا الكلام دا مصدره كله سحر ودجل وده كله تشويش على فكر الكتاب المقدس وكلام الله خليني أقف هنا دي أواحد السحر والدجل وده كله من زمان جدا لأنه مرتبط بعبادة الأوسان والأصنام والخروج عن التعامل مع الأرواح الشريرة اللي هي بتخرج عن محضر الله فدي مش حاجة جديدة دي كلها موجودة كانت زمان موجودة يعني من في بلاد أو في يعني مش عارفة بيقوله عليه عايزة أقول الناس كانت بتعبد بلاد بحالها بتعبد الأصنام وعايشين في وسط الشر دا وعايشين في وسط السحر والحاجات اللي زي كده ربنا قال لشعبه ملكوش دعوب ده ما تاخدوش اللي بيعملوه وتعملوه انتو كمان وعلمنا بقى في العهد الجديد أن احنا نقف ونعرف نميز احنا بنتكلم مع مين بنسمع صوت مين صوت الله دايما واضح مقدس يقدسك ينظفك يقربك ليه لكن صوت الشيطان دائما مشتت ودائما يأتي بما يخالف فكرة الله خلينا نشوف في يحنى الأولى أربعة الكتاب بيقول كده بيعلمنا أن احنا نمتحن الأرواح فيقولك كده أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله ولا لأ لازم تعرف كده لما تسمع العراف اللي هو مثلا حاخد مثل مشي الحقيق ليه ما بيصدقش في كل حاجة بيقولها إذا كان بيسمع من أرواح فعلا خلي الصورة سابتة من فقل ليه ما بيصدقش في كل حاجة بيقولها لأنه هو العملية بالنسبة لهم فيها تخمين وأنا ممكن أديكم فكرة إزاي ممكن يكون فيه تخمين الشيطان بيشوف كل حاجة موجودة في العالم ده لكن ما بيشوفش المستقبل لكن يقدر يخمن المستقبل لأنه عارف تصرفاتنا يعني مثلا لو خدت مثلا لموضوع الانفجار اللي حصل في المرفقة هل مش ممكن يكون الشيطان عارف الموضوع ده بقاله ست سنين موجود في المرفقة كان هيحصل فيه انفجار هيحصل فيه انفجار هل مش ممكن كان عارف بخطة بتتعمل لده آه طبعا فيه خطة بتتعمل وبتكون الناس بتتكلم فيها وكل حاجة وممكن الشيطان يسمعها وممكن آه الأرواح تتكلم عنها أرواح الشر أرواح الشر فإذا كنت عايز تستلم من أرواح الشر فإنت أعطيت نفسك لأرواح الشر مش ممكن روح الله يعطيك أي حاجة يعني يعطيك أفكار ما يكونش فيها سلام ممكن يحذرك من حاجة ممكن يقولك ابعد عن الخطيئة دي ابعد عن الناس دي ابعد عن الأفكار دي لكن النبوآت دي يعني اللي ما تقدرش تحددها والكلام اللي متركب على بعضه اندهاش عندما نرى نور ساطع في سقف أو في سماء لبنان طب وإيه يعني ما ممكن فايروركس يعني ممكن زي وقت المظاهرات ما كانوا بيعملوا ألعاب نارية أي حاجة يعني هي ممكن تبقى ألعاب نارية ممكن تبقى انفجارات ممكن تبقى بر ممكن تبقى عاصفة كبيرة عندك مجال واسع من التخمينات فلما الكتاب يقول امتحنوا الأرواح لأنك لازم تبقى عارف هي إما من الله أو من الشيطان فعشان كده بقى بينبهنا ويقول إيه إنتم إسكنتم أمواتا بالزنوب والخطايا إحنا قبل ما نعرف الله ميتين بالزنوب والخطايا لأن الخطايا يعني بتبعدك تفصلك تماما عن الله كي الزنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الشيطان هو رئيس سلطان الهواء هو ده اللي موجود في وسط العالم ده اللي هو العالم ده بتاعه إحنا أبناء الله لسنا من هذا العالم فعلشان كده نعرف إن الشيطان هيسبب شر وحيسبب لخبطة هذا لا يعني إنه بيعرف كل حاجة عارفين عمركو يعني أنا بفكر هل الشيطان يعني بيعرف كل حاجة لا طبعا أما الكتاب بيقول عنه إنه رئيس سلطان الهواء بيقول لنا إنه موجود هنا وفاهم وعارف I'm sorry يا ريت يا ف وإنه بيضل كثيرين وإنه هو الكذاب وأبو كل الكذاب وإنه عنده إمكانيات في العالم ده لكن اسمع كويس هو ليس كله المعرفة ولا أبدي ولا أزلي كالله هو الشيطان عايز إنه يكون كده لكن دي مش الحقيقة هو لا يستطيع إنه يكون زي الله اللي بيسمع من العرفين ده مصدره الشيطان اللي بيسمع من العرفين ده مصدره الشيطان خليني أشرح لكم لا يمكن إنه العرفين يكونوا يعني عندهم مثلا اتصال بأرواح طيبة لأنه قانون الله بيقول إنه يا إما نحن متصلين بروح الله أو بأرواح شغيرة وفي العالم الإسلامي أرواح شغيرة كل واحد بس خليني أقول حاجة عن الشيطان بالذات بقى وأعوانه اللي هو الكتاب بيقول إنه هو الشيطان ملاك ساقط وأعوانه هم كل الملاك اللي ساقطوا معاه مفيش بقى جوازه وزريته وكلام ده كله الشيطان ما بيتجوزش ويخلف يعني الشيطان ما بيتجوزوش ويخلفه زي ما قالولنا في الإسلام ده كلام فاضي هو الشيطان يعرف مستقبل واحد هو عنده علم المستقبل الوحيد اللي يعرفه هو مستقبله هو اللي الله قالهوله إنه إنت حتكون في بحرة النار والكبريد اللي الله عمل لإبليس وأعوانه ده المستقبل الوحيد اللي الشيطان بتأكد منه لكن مستقبلك إنت في يدا الله بس إلا إذا أنت اخترت إنك تغيره إزاي بيشوف إلا محد من المستقبل قلتلكوا إنه الشيطان موجود منذ بداية التاريخ الإنساني بيدرس الإنسان ويرائب الإنسان ويشوف إزاي يوقعك في حبائله موضوع المرفق ممكن يكون كان عنده معلومات عن المرفق واحد عنده معلومات عن المرفق وقدة لمحات عنها لكن أيضا موضوع آخر وهو النبوءات اللي في الكتاب المقدس الشيطان عارف نبوءات الكتاب المقدس كويس جدا ويعرف كلمة الله كويس جدا لما أما الشيطان قابل المسيح في التجربة كان يقول له طب يعني اعمل كده ونديك الممالك كلها فالمسيح رد علي بالكلمة الكتابية للرب إلهك وحده تسجد وإياه وحده تعبد وهكذا فالشيطان عنده دراية بالكلمة الكتابية أنا نديك كذا فالمسيح رد بكذا علشان يورينا كمان إن إحنا يعرفوا إن الشيطان عارف كلامي وعارف خطتي وشايف النبوءات اللي في الكتاب المقدس وده يعني إن الشيطان النهاردة أيضا شايف النبوءات بالمجيء التاني للمسيح اللي بتحدث في الوقت اللي إحنا فيه دلوقت فما تنخدعوش باللغبطة دي دي شغل العرافة والتنبؤ والتنبؤات والكلام ده كله كلها أمور شيطانية مليئة بالخداع المسيح لما لما تقابل مع الإنسان اللي عنده روح شر فروح الشر ده قال له كده قال له أنا خليني أقول لك بزبط قال له روح الشر اللي كانت في الإنسان ده والمسيح بيخرجه قال له أنا عارفك أنت يسوع المسيح أنت الله أنت القدوس فالمسيح انتهره مش الآية دي بيس خلي الآية دي ده الوقت المسيح انتهره وقال له اسكت اخرس ما تتكلمش أنت عارف أنا مين لكن معرفة الشيطان بالمسيح لم تغيره فمن يتبعه هيكون زيه ممكن تعرف المسيح ويبقى اسمك مسيحي لكن ما تعرفوه مش كده كمان الشيطان زي ما قلتلكم بيبقى عارف شايف حاجات زي مثلا الآيات دي اللي في سفر الأعمال البنت الجارية اللي كان فيها روح عرافة بيقول كده الكتاب وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب موليها مكسبا كثيرا بعرافتها هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي شعورت عليهم وقالت صح هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص وكانت تفعل هذا أياما كثيرة فضغر بولس والتفت إلى الروح وقال أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في تلك الساعة غريب جدا أن الشيطان روح الشر اللي بولس انتهروا من هذه البنت كان بيقول كلام بيشهد للرب يسوع ولكنه لا يمكن أن يأتي بثمر وإلا كانت البنت نفسها أمنت لا يمكن الله روح الله النور والظلمة يجتمعوا مع بعض روح الله اللي هي نور والظلمة اللي من الشيطان اللي كانت عايشة في البنت دي وأي حد بيتعامل مع أروح الشر سواء كنت أنت اللي عراف أو سواء كنت أنت رايح أو أنت رايحة العراف أنت بتحتوي روح الشر بتقبلها بتسمعها أنا قلت لكم أنا عملت حلقات كتير عن موضوع الجن والشياطين والسحر والكلام ده كله لكن يعني فاكرة أنه أعتقد أني حكيت الحكاية دي قبل كده أنه عمي جاب عراف عندنا في البيت وقد إيه شفت الرعب اتعبت أنا جدا يعني اللي حسيته لما ابتدى هذا العراف يتكلم والصوت يتغير وأشعر بحضور شيطاني حقيقي موجود حوالي عارفين أنا عرفت ليه لأنه كان روح الله فيه كنت مؤمنة وعارفة أن روح الله فيه فروح الله للجوا رفض ده ورفضت أن أنا أسمع لكن للشيطان حضور يعني مرعب أسمع لأنه لما يتعامل مع الناس ولما يتكلم معك ويديك أنصف حقائق زي البنت دي كده هي قالت أدول اسمعوا منهم تاخدوا الخلاص لكن ما قدرتش تقول أنه اللي فيها شطان وأنه لازم يحصل توبة عن التعامل مع الشياطين الله لا يقبل الخلط بين المقدس والنجس القبيح لا يمكن فالمؤمنين النهاردة اللي بيسمعوني إن كنت تعرف المسيح وفاكر إنك يعني ممكن تتعامل بقى مع الكدشين وفتح الكدشين والفنجال ولا الأبراج مثلا دي يعني الأبراج دي حاجة جميلة أو تقولك أنا مريان مش عارف إيه جيرجس كذا واسمها مسيحي جدا وبرج كذا المسيحية ما فيهاش أبراج ولا كلام من ده أو مثلا تروح لحد يقرالك الكف عشان يقولك المستقبل ويقولك ده علمك كبير يعني ويعملوله كتب وحاجات زي كده والمسيحيين برضو يجروا وراها ويصدقوها افصل بين الطاهر والنجس كل ما يعني يمت بصلة للأمور دي كلها نجسة لأنها من الشيطان لا يمكن تسمع صوت الله فيه أنت أنه 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 يدرى أنه أنه يدرى الله وإلى وحده عارف أنه الروح القدس هو اللي بيرشدك ويتكلم جواك طبعا هدف الشيطان أنه يضرب تماما الفكرة دي وياخد هو مكان المسيح وياخد أولاد المسيح هو عارف أنه هيته في يعني المسيح هزمه ورايح بحيرة النار والكابريت فعلا لكن مش عايز يروح لوحده فما تكونش ما تدلوش فرصة في حياتك يخطف منك خلاصك وحياتك مع الله لتقدر تستمتع بيها من دلوقتي أنا عايز أوريكم فيديو للفنانة هالا صدقي في حوار مع الأستاذ مفيد فاوزي أنا يعني عندي احترام كبير للفنانة هالا صدقي وعندي احترام كبير للأستاذ مفيد فاوزي وزكاء وحوارات وكل حاجة لكن العلامات الهمة اللي أنا عايز أقدمها لكم دلوقتي هي أنه الاتنين دول من عائلات مسيحية والاتنين بيتكلموا عن مسيحيتهم لكن هناك خلط في الأمور اسمع كده سؤاله لها وردها ونتكلم بعد الفيديو خلينا نشوف هل قرأ أحد فنجانك المقلوب يو أبدا لا إزاي كفنجال فنجال بجد أو يعني أنت حد أرالك فنجالك طبعا حد أرالك كفك زمان وأنا صغيرة في فنجانك المقلوب قالوا لك إيه ده استاذ دي يعني إيه قال دي اللي تنبأت بموت عبدالناصر إنها حد مهم يعني فقالت لها أنت حد من ولادك هيبقى مشهور ومعروف وحاجات زي كده طبعا إحنا كلنا فكرنا في باسم طبعا نعم قالت لها حاجات كتير يعني قالت هتتفرقوا وإحنا فعلا نتفرقنا يعني بابا راح أمريكا وإحنا مصرفة فتفرق خليني أمشي خطوة خطوة مع الفيديو ده شوفوا سؤال الأستاذ موفيد فاوزي هو دي الثقافة الاجتماعية يعني اللي موجودة دلوقتي حاليا للأسف في المجتمعات دي هو يعني لو بيسأل مثلا هو مسيحي وبيسأل واحدة مسلمة أو واحد مسلم أفهم لكن هو مسيحي وبيسأل واحدة مسيحية وده معروف يعني الكتاب المقدس بيعلمنا أنه أنه العرافة دي روح شرير وأنه لا يمكن يكون لنا علاقة بالعرافة بأي شكل من الأشكال وأي كتير يعني قصص في الكتاب المقدس بتقول أنه الناس اللي بيتعاملوا في السحر والحاجات دي مرفوضين تماما وأنه محتاجين يوتيوب وكلام من ده لكن يعني سؤاله لها طيب فين جالك المقلوب تقول يا كتير يعني ما فيش خالص أي حاجة تهز أو تقول أنه مثلا يعني أحيانا حد مثلا رحت في عامل وكده غصبا عني لا دي عادة دي حاجة موجودة حاجة طبيعية كمان يعني نوعية الحاجات اللي قالتها كالنبوءات اللي اتحققت في حياتها إحنا على فكرة اللي بنسمح لما نصدق الشيطان فهي راحت هي والدتها عند دكتور السنان بقيت القصة يعني أنا قطعت الفيديو عشان أخليه دقيق يعني فقبلت ست اللي تنبأت بموت عبد الناصر أوكي فطبعا الأمور المحيطة بموت عبد الناصر يعني أي حد كان ممكن يشوفها يعني الراجل صحيا وإذا كان المسألة فيها حد قتله واللي حد دسله السم يعني كان في حد عارف إنه ده هيحصل يعني ممكن يبقى فيها يعني كلام كتير ممكن يبقى فيها توقعات كتير فإذا كانت فعلا تنبأت ولا ما تنبأتش فممكن تبقى صدفة لكن بتقول بقى إنه الست دي قالت لهم قالت لها إنه حد من ولادك هيكون مشهور جدا طبعا والدة الفنانة هالة صدقي سيدة معروفة جدا كان عندها مدارس في مصر معروفة جدا ومعروفين كعيلة كويسة يعني يعني معظم العائلات المسيحية العريقة بتلاقي حد من ولادهم بقى سفير بقى وزير بقى أو فنان أو يعني مش تحذيرة كبيرة يعني يعني حاجة يعني مش غريبة وبعدين تقول احنا اتفرقنا قالت هتتفرق واحنا اتفرقنا الكلام يعني أولا بصوا للزيجات الموجودة في العالم العربي كله مسيحية ولا اسلامية معظم الناس بتتفرق عادي الناس بتكبر وده بيسافر هنا وده بيسافر هنا وده بيسافر هنا لكن لما احنا نصدق احنا ندعو الشر في حياتنا ده حقيقي لما تصدق الشيطان الشيطان يحقق اللي هو عايزه في حياتك لكن لما تصدق الله هو يكسر كل قواعد علشان يفضل لما يمكو ببعض لما تاخد منه هو وتنتهر النبوءات الكاذبة دي أو التحذيرات الكاذبة دي لم يمكن تحصل في حياتك لا يمكن عارفين ليه احنا بننسى السلطان اللي لينا في الروح القدس بس دي بتعرف الروح القدس الاول وتعيش معاه عشان يبقى لك السلطان ده اللي بنتعامل معاه باستمرار بنتطبع بطباعه ونتعود عليه سواء كان ارواح الكذب الغش التشتيت الضلال التشويش كل دي ارواح شر بتنطبع عليك وانت بتصدقها فبيبقالها اثر في حياتك ونتيجة يعني لو لما لما تضع يدك في الشر انت بيبقالك نصيب فيه خلاص لا يمكن ده ينتهي من حياتك الا اذا تبت عنه فالناس اللي بتروح تسمع من الشيطان انت بتستقبل من روح شرير لا ينتج الا كذب خداع تشتيت ضلال الارواح الشريرة كلها ارواح ضلال خليني اخد مكالمة مين معنا طيب اهلا اخت فريال ازايك حبيبتي عاملة ايه اهلا بيك اخت اماني سلام ونعمة معاك والرب يبارك يبارك خدمتك يتمجد الرب في خدمتك الله يبارك اماني انا متأكدة الرب يبارك يتكفين وتوفين عن الموضوع والموضوع رائع للأسف للأسف الشديد حتى بعض المسيحيين يؤمنون بالعرافة والحسد والعين الزرقة وغيره وغيره ايه وفي الكتاب المقدس في سفر التثنية عدد اسحاح 18 عدد 10 يقول الوحي الاله انه كل هذه الاشياء مكروه عند الرب لكن ماذا اقول كما يقول الرب كما يقول الانجيل المقدس الذين فيهم الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم انارة انجيل مجل المسيح الذي هو صورة الله امين فما يعرفون المسيح اذا الشيطان يعرف المستقبل فالله ما هو دوره اللي هو كلين حكمة كلين معرفة كلين فهم كلين قدرة فالرب ينحمهم ويفتح عيونهم اختي اماني انا قبل فترة في المدينة اللي عايش بيها مريت في شارع وكان في محال عليه اعلان هذا المحال نصا كان هذا في تاريخ ايداعش ثلاثة 2019 مكتوب على هذا المحال كان اعلان كبير تأثير الجن السحر الأسود عين الحسد يعالجها من القرآن والسنة وطبعا عنده يذكر اسم الدكتور ما بعرف بالشريعة مين هو ما رد اذكر اسمه انه يعالج هذه الامور بالقرآن والسنة فانا استغربت وقدت اذا هو الجن مثل محمد نفسه هو رسول فكيف رح يعالج الجن التأثير الجن والسحر الأسود وعين الحسد فانا اصلي انه الرب يرحمهم ويفتح عيونهم يعرفون الله الحقيقي ويحررهم يعرفون الحق والحق يحررهم من قيود الشيطان اختي اماني والرب يحليك ويحافظ عليك شكرا والرب يبركك بفتي ووفتي ربنا يبركك على مشاركتك يا اخت فريان طيب خليني اقول انه الرب نهى عن التعامل مع الشياطين الرب ميز ابنائه باننا باننا نكون منفصلين على الشر وانه نكون ملتصقين بالحياة مع الرب يسوع خلينا نشوف بقى سفر التسنية 18 الصيد اللي جاي ده اللي اتكلمت عنه الاخت فريان انا عايزة راهولكم يعني كلمة كلمة لانه الكلام ده مهم جدا بيقول كده الكتاب متى دخلت الارض التي يعطيك الرب الهك لا تتعلم ان تفعل مثل رجس اولئك الامم الله الى اليوم بيعطي ابنائه انه المكان اللي يدخلوه والمكان اللي يكونوا فيه الله يعطيك هذه الارض هذا البيت هذه المنطقة الشارع اللي انت بتعيش فيه العمارة اللي انت بتعيش فيها مش بيديها لك تاخدها انت ليك يعني لا ده بيديها لك انها ان انت تكون فيها نور يرشد الناس الى محبة الله تكون فيها صوت الصلاة اللي طالع بيصلي من اجل المحيطين بيك تكون فيها كلمات الحق اللي الله بيقولها علشان يفصل بين الظلمة والنور فتكون انت شهادة الناس اللي حواليك فمن العهد القديم ربنا هو بيقول لشعبه انا هدخلك الارض دي بس اوعه تختلطه او تخلطه الشر والنور بالظلمة فمتى دخلت الارض التي يعطيك الرب الهك لا تتعلم ان تفعل مثل رجس قولك ايه كالأمم لا يوجد فيك من يجز ابنه او ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا او تابعة ولا من يستشير الموتى لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب وبسبب هذا الركس بسبب هذه الارجاس الرب الهك طاردهم من امامك تكون كاملا لدى الرب الهك شو بقى الرب بيقولنا احنا ايه لما نسمع كلامه لما ما نتصلش بهذه الامور انك تكون كامل امام الرب الهك ان هؤلاء الامم الذين تخلفهم يسمعون العائفين والعرفين واما انت فلم يسمح لك الرب الهك هكذا ويقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون انا عايزة يريد تحطلي السلايد بتاع لوين 19 النهاردة انا انتبهت لموضوع انه في كلمة جان في الايات اللي بنقدمها عن الارواح الشريرة الحقيقة انه الكلمة الاصلية كلمة جان دي التصريف العربي اللي هم حطينه لكن هي المفروض في العبري وفي الاصل الكلمة هتكون روح شر علشان كده هتطلقه الانجليزي اسمها familiar spirit ومن العبري اسمها روح شر مفيش حاجة اسمها جان هي ويمقصود بها روح شر لكن لانه الامر اختلط على العرب من اختلاط الثقافة الاسلامية بالثقافة المسيحية او سموها هو الكل من الشيطان ومن الملائكة الساقطين ارواح شر مش واحد من نار واحد من نور واحد مش عارف ايه واحد بيخلف ده ده تخريف الشيطان واعوانه اجناد الشر الروحية اللي الكتاب بيتكلم عنها ده كلها شيطين ملائكة ساقطين بتقال عنهم الفاميلير سبيرت ده او ارواح الشر بيقول كده الكتاب والنفس التي تلتفت الى الجان يعني روح الشر والى التوابع يعني السحرة بتزني وراءهم اجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبها فتتقدسون وتكونون قدسين لاني انا الرب الهكم وتحفظون فرائدي وتعملونها انا الرب مقدسكم يا اخواتي الرب النهاردة عايز يديلك فرصة التوبة كنت بفتكر كده انه يعني فيه فرق بين اما بيتكلمون العرافين وكده يقولك ده تنبأ بكذا او يعني الفرق كبير جدا بين واحد عنده نبوءة من الله رسالة من الله زي مثلا يونان لو شفنا في سفر يونان الله قال له يونان روح اقول لأهل النينوة انهم اذا ما تابوش انا هدمر المدينة كلها في يونان هرب ومرديش ومش عارف ايه عن الرب رجعه وراح وصل للمالك وللمدينة وفعلا بلغ رسالة الرب والشعب تاب وصام ولبسه المسوح وتاب وتوبة كاملة فالرب برفع عنهم انه يمحوا المدينة واعطهم حياة دي مش نبوء ما تحققتش هناك كلام من الله يقولك انا عايزك تغير طريقك من الروح القدس كده يقولك او يرسلك حد بالروح القدس يقولك تغير طريقك لان الرب بيقولك الوقت مقصر لو مغيرتش طريقك هتاخد اتجاه اخر هتبعد عن الرب يبقى شطان نجح في حياتك يبقى حيكون فيه دمار روحي بالتأكيد لكن لو غيرت حياتك هتبقى زي شعب نينوى التوبة تعطيك حياة فانا بسألكم النهار ده انه يعني خلينا نتوب ونسمع من الله الله عايز يغير فيك النهار ده الله لو انت بتتعامل مع الارواح والحاجات دي ربنا عايز يدي لك توبة حقيقية فهمنا انه اللخبطات دي كلها بين الجان والشياطين والكلام ده كله كله شطان كله شر انا عايزة يعني اقول حاجة لاخواتي المسلمين النهار ده نشوف الفيديو اللي جاي ده يعني هو من عايقونه فيديوهين ورا بعض بيسألوا الشيخ العثيمين بيقولون انت يعني في واحد عنده والصوت مش حلو ايه فانا عايز اوضحه لكم واحد عنده اتصال بجن مسلم وانه الجن المسلم ده بيساعده انه هو يعمل شفاء للناس فنشوف رد عليهم طيب اوكي اخذ المكالمة الاول طيب شكرا اهلا سلام المسيح اخت هدى السايح خلتي ازايك هلوي ازايك انا سعيدة بالموضوع اللي انسي بتتكلمي فيه النهاردة لاني عارفة انه فيه كتير للأسف من المسيحيين ايه مش عارفين الحقيقة دي وهو انه احنا مش لنا العرافة واننا نروح للناس بتشوف البغت وحاجات كده ايه فعايز اقول ايه عشان بس ابقى بشهد مع الايات اللي انت قلت فيها فارمية اربعتاشر اربعتاشر مكتوب ارمية بيقول فقال الرب لي بالكذب يتنبأ الانبياء باسمي اني لكني لم ارسلهم ولا امرتهم ولا كلمتهم برؤية برؤية كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم يعني انا لا بعدتهم ولا امرتهم ولا كلمتهم فالشخص اللي بيتنبأ ومش مني يقولك المتنبأ فلان الفلاني لكنه مش مني انا لا كلمته ولا انا قلت له اي حاجة في الانبياء الانبياء اللي الله كلمهم عشان يقولوا لنا ايه اللي هيحصل ولكن دول بيتنبأوا بمكر قلوبهم هم يتنبؤون وباطل الكلام بتاعه انا في عندي اختبار كنت احب ان انا اقوله اذكره عن طبعا معروف اذا انت قلت ان انا خلتك معروف ان انت قلتك اصلا مسلمين ايه فقبل ما اعرف المسيح خالص كنت عايش حياتي عادية بلجأ لحاجات لانه ما عندناش قوة كمسلمة ما عنديش قوة اخد اللي انا عايزاه ما عنديش الايمان بتاع ان الله هطلب منه حيثيني ما فيش الاتصال الوثيق بقى الله نعم فبنلجأ لإيه بنلجأ للعرفين لو انا في موقف صعب عشان تقول لي اتصرف ازاي او الجأ برضو الحد تاني دول تخصصات برضو ايه يعني يمكن تفتكري فتحية بتاعت الفنجال طبعا فكراها اه اه وكان فيه برضو الشيخ محمد اللي هو بيعمل لنا ال مش فكرة دلوقتي ما ايه الاحجبة الاحجبة فده حجاب عشان اجلح شغلي ده حجاب انجح دراستي ده حجاب يا ربنا يديني نعمة في عينين الناس فكنا ماشيين بالاحجبة دي وكنت بروح كنت متعلقة بفتحية اللي هي الست بتاعت الفنجال البشوشة الجنيلة اللي تمها خفيف وبتحبينها كعيلة ايه ودائما بتفتح الفجال وتقولك بالضبط الموقف اللي انت فيه لان الشيطان بيعرف الموقف اللي انت فيه فبالتالي بتقولك التفاصيل فانت تؤميني وخلاص صح فلكن في يوم من الايام انا تعبت اوي اوي في حياتي وقلت خلاص انا مش عايز اعيش اكتر من كده واقدمت على الانتهار فاللي حصل انه امك وامي اخدوني المستشفى وعملولي غسيل مادة وانقذوني ولكن كنت ايمة بقلب ضعيف جدا نتأثر والدكتور قال سيجوها عايز 24 ساعة مش عايز اي كلام ده زمان اوي اي مش عايز اي انفعالات اي حانش دعالها محانش فرحها ومحانش تكلم معها احسن نسيبها تنام احنا عايزنا تنام اي وفعلا نمت وماما خرجت كنت في مستشفى العجوزة في مصر وماما خرجت واختي لأمك وقفلوا الباب وراهم قفلوا باب القوضة علي وماما طفت النور شافتني بنام وطفت النور فبعد شوية انا في الضلمة خالص خالص وبفوق يعني انا عارفة ان في ناس هتقول عني الجننت لا لا انا على فكرة فكرة القصة دي طبعا يعني عارفة القصة كويس انا فكريها وممكن ما يصدقني انا عايزاك تقوليها بسرعة خالتل انه فضل عشر دقائق وعايزاك تكمل القصة لان دي مهمة اللي بيتعامل مع ارواح الشر فعلا بيشوف حاجات مرعبة طبعا فاللي حصل اني سمعت زي اصوات كأن احسنة ماشية ولكن شفت ناس في عز الضلمة انا شايف ضلمة اضلم من الضلمة كأنهم ناس بيمروا من على سريري من غير اي حواجز كأن السرير ده مش موجود رايحين جايين هم اطوال ايديهم وراء ظهرهم لكن ايديهم ممتدة للارض وفي الوقت نفسه بيتخنقوا علي بالاسمين بتوع الناس اللي انا بروح لهم واحدة بتقول ابدا دي من حقنا احنا اللي حناخدها دي هتيجي معانا دي خصفنا دي بتاعة الشيخ محمد واحدة وحدة تاني بيقول دي ابدا دي بتيجي لفتحية وفتحية بتقول لها كل اللي هتمش ازاي دي منقاضة بكلام فتحية دي بتاعتنا دي من حقنا حتى حتى ارواح الشر ما بيعرفوش غير الكراهية وبيكراهوا بعض وضد بعض فانا كنت حسة انه ده ترمويل وحيقطعوني اي وطبعا خفت جدا وانشفت الدكتور كان بيقول انه مش لازم اي انفعالات ليا ولكن انا بالفعل انفعالت جدا وخفت وارتعبت في سريري و فضعت لحد ما سمعت راحوا الاصوات دي لما كان فيه صوت حد ماشي في الكوريدور برا اصوات اقدام ماشية ف وخبط الباد فانا قلت هو قذر ما انت ميل اتفضل اتفضل اي حد اتفضل عايز حد يخلصك لكن خلته يعني يبقى بشر ف اللي حصل ان الشخص دخل من غير ما يتكلم اكمل زي بس اخي من غير ما يتكلم دخل واقع الامدام لسه تدخل لقوتي بيقرب على سريري وما ينقلت له من فضلك من فضلك انت اكيد ممرت هنا تعرف حصل لي ايه قال لي افتحي افتحي الساعة اللي في ايدك وميديها لاي الساعة وميديها فقلت الساعة فعلا ومدتها واخدها اخد الساعة من ايدي وصوت الاقدام ده ماشي وانا بقول له من فضلك استنى معايا من فضلك استنى معايا عرفت انه ده حد منهم برضو في نفس حالة الرعب لكن بس عايز يجيني يعني يأكد لي علامة انه كان موجود علامة انه ان الحلم ده حقيقي وانهم كانوا موجودين احنا عندنا يعني قصص كتيرة في عالتنا نقدر نتكلم عن الموضوع ده الضياع اللي قبل معرفة المسيح عدم الرجاء اللي قبل معرفة المسيح ياس احنا انا بشكر رب من اجل حياتك النهاردة انت وزوجك وابنائك في اسم يسوع صوت لمحبة الله خلتو انا اسفل احنا في المسيحية احنا وصلين لقوة فوق الطبيعية قوة الله لكن في الاسلام احنا ضعاف جدا وما عندناش حافظ ولا عندنا اي حاجة ولا نعرف المستقبل الحقيقي ايه ما يحصل من جراء عملنا وعدم معرفة الرب ياسوع رب يباركك يا خلق انا اسفل انا خدت وقت ابدا انت يعني مناسب جدا اللي احنا بالقول الرب يباركك طيب مع السلام خليني اخد مكالمة كمان الاخ عيسى اهلا بيك اخ عيسى تفضل الاخ عيسى من لبنان سلام المسيح اخوي عيسى تفضل اخ عيسى سمعني اخ عيسى سمعني علو تعقبا على عنوان الحلقة اهلا بيسمعي انا سماعك اتفضل اهلا بيك تعقبا على عنوان الحلقة هل الشيطان يعلم مستقبل الفرق بين الانسان المؤمن وغير الانسان المؤمن اه نعم الفرق بين الانسان المؤمن والانسان الغير المؤمن اه الغير المؤمن بيقول انا ما بعرف عبكرة شو الله مخبالي شو الحظ مخبالي واتي التلفزيون يا اخ عيسى شو مستقبل مخبالي واتي التلفزيون في صوت وراك تفضل نعم اما المؤمن فهم استقبلوا كله بييد الرد اوكي المؤمن مستقبله كله بإيد الرب بالمسيح نعم نعم بالمسيح أكيد مؤمن حقيقي مغسر بدم المسيح بالنسبة للشيطان اللي يعرف المستقبل أبداً ما بيعرف المستقبل ولكن عنده سلطة كتير قوية بشكل أدمع جناد جناد بيقول بيدانيال وجلس قديم الأيام أي الله الأبن ونهر نار جرى من قدامه ألوف ألوف وربوات ربوات يعني جيش من الملائكة الصائدة كانت تسقط أمامه عنده قدرة هائلة للشيطان أنه يتجول في كل أنحاء الأرض بشكل مثل رئيس جهاز أمن وعنده عملاء لإله الناس اللي ما عنده إيمان بالرب والناس اللي ما عنده المعرفة الكتاب المؤدس يفكروا أنه هذا الشخص عنده تنبؤ أو عنده أشياء بالدل أنه بيعرف المستقبل أما المؤمن الحقيقي المغسر بدم يسوع المسيح وبيعرف العلمات بميز الأرواح وبيعرف أشياء ممكن تقرأ سياسيا ممكن تقرأ علميا ممكن ممكن تقرأ بأي وسيط يعني أنا اليوم بسمع مثلا قداسة البابا يوحن أبو لس السيني عنده مثلا مرض معين مثلا إنسان بيقدر أنه الشخص كان يمرض أو أدوى صنح الله فلا بحياة هاي أشياء بيقرأ أحداث بس ولكن لا أحد يعرف المستقبل غير الله فقط نعم والشيطان أبدا اكتمال الصورة هتيجي من الرب فقط لما كل الأمور اللي الرب عايزها تحدث في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي علشان يعني استعدادا للمجيء التاني استعدادا للحياة اللي احنا حنحياها مع المسيح عندما يكتمل كل ده ها هنشوف الصورة الواضحة الحقيقية لكن فعلا الشيطان ليس ليه سلطان ولا عنده رؤية للمستقبل أبدا هو زي ما قلت عارف إنه هالك وإن المسيح انتصر عليه أنا بشكرك أخوي عيسى الرب يبركك ويعني أنا مبسوطة إنه شاركتنا النهاردة وبنصلي معاك من أجل لبنان طيب خليني أروح لرسالة أفاسوس ستة عايزة أقرأ معاكم في رسالة أفاسوس الرب يعني بيديكم النهاردة كلمات مهمة جدا واقع تقدروا تتحصنوا به في الرب يسوع اللي هو سلاح الله الكامل لازم يا أخواتي يبقى عندنا فهم إنه في العالم الشرير يقدر يأثر على الظروف لكن لا يستطيع إنه يأثر على قلبك وإيمانك ومحبتك وإنك أنت متحصن بالله القدير اللي هو حسنك فالكتاب بيقول لنا كده البسوا سلاح الله الكامل بيقول كده أخيرا يا أخواتي تقوّف الرب وفي شدة قوته البسوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس فإن الواقع مصارعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع الصلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الضهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات هناك أجناد شر الروحية بتحارب علشان تختطف أبناء الله من يده لكن إحنا عندنا الأمان إننا في المسيح في نعمة المسيح بالإيمان بفداء المسيح في حياتنا إحنا في حمايته لا يستطيع الشيطان إنه يختطفك من يد الله لإنك أما تتمسك به وتبقى عارف إن أنت في حرب في الأجناد الشر الروحية دي دي جاية علشان تزعزعك لكن أنت لازم تقدر لازم تكون سابت في كلمة الله بيقول كده من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل اللي كيتقدروا أن تقوموا اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا فاثبتوا منطقين ممنطقين أحقائكم بالحق ولابسينا درع البر عارفين ليه الحق؟ لأن الشيطان كذاب الحق تاخده من المسيح من كلمة الله وتعرف أن الشيطان كاذب عشان كده تبقى ثابت في كلمة الحق والدرع البر ده هو بر المسيح مش برك أنت تعرف أنك مبرر في المسيح وأنك وحادينا أرجو لكم باستعداد إنجيل السلام وإنت ماشي في الحرب مع الشرير لازم تكون عارف كلمة الله عشان كده مسيحين كتير ما يعرفوش كلمة الله بيضيعوا مع عرفين مع اللي بيقولهم في جن مع اللي بيقولهم يخلط الإسلاميات بالمسيحيات والكلام ده كله النهار ده ربنا عايز يقولك اتمسك بحقي اتمسك بكلمتي ارتدي درع البر اللي أنا بوفره لك افهم الكلمة احمل ترسل إيمان بالإيمان الله يعديك من كل المصاعب وخوذة الخلاص اللي تخليك حاسس بالأمن والأمان في المسيح وفي خلاصك اللي هو ضمنه مش حد تاني اشكركم وإلى اللقاء